السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في قناة الميستر. النهاردة هنكمل مع بعض احل كتاب بيت باي بيت لسنة قول اعدادي الوحدة العشرة من الدرس الاول للدرس التالت من صفحة مية واربعين لصفحة مية تلاتة وخمسين من صفحة مية واربعين. اه دي محادسة برضك ايه نستفيد منها. رسل محادسة بتقول علياء زي فاذر والد علياء هذا نيو كار لاجيه سيارة ايه جديدة. فعلياء بتكلم نادين. هلو نادين. ايتلاها هلو علياء. كيف انت عادة بتيجي لايه المدرسة. فايتلاها ان ماي فاذر زي نيو. طبعا ايه نيو كار. يبقى سيارة بابايا لايه الجديدة. ايتلاها نيو كار سيارة جديدة. وين دي هي وبعد النقط ات. فايتلاها لاست منث. يبقى وين دي هي باي. ايه بقى تبقى باي اشتراها. اه الشهر الماضي اشتراها. دي غالية جدا. فهنا ايه نادين ات لها. يعني ايه شكلها عاملة ازاي يعني. فتقول لها ايه بقى ايه صفة ايجابية. رائعة جميلة فانتاستيك. كده يعني. نادين ات لها ماذا عن كزا. فتحت ات لها يعني المقاعد الكراسي بتاعت السيارة. يعني جلدية وايه مريح. يبقى واتباوات ات سيتس. والسؤال اللي بعده. فققت لها ايه ويلكم ايه وذيو تو. انا حاجة معاك عشان ايه نقط ات. يبقى مسلا ايه تو سي ات عشان ايه اشوفها. اه ندخل في الاختيار يبقى اللي يهمنا. اه نمبر وين. اقول الكرة از وبعدين نقط انشيب. طبعا الكرة ايه في الشكل تكون ايه? طبعا مستديرة. اه نمبر جولد از انكسبنسيف. الدهب يكون ايه غالي? طبعا اكسبنسيف متال. معدن غالي. اه نمبر ثري. موست ويندوز. معظم النوافذ الشبابيك يعني كونسيست اوف. بتتكون من ايه? وود. من الخشب اند طبعا والازاز. زجاج جلاس. نمبر فور. ا او ان. بورتيكتس. تحمي اهاوس فروم من الشمس والمطرة. طبعا ايه اللي بيحمل الشمس والمطرة? يبقى السطح روف. الصفحة اللي بعدها صفحة مية واحد واربعين. ايه رقم خمسة فوق. لا تنسى. بعد الطبخ. بتنساش انك تقفل ايه? تطفل ايه? اوفن. اللي هو البتجاز. الفورن. نمبر وين. بقى في الاختيار اللي تحته. انت تستطيع ترن ذا نقط. الحصول على ايه? المية. يبقى تاب. الحنفية. الصنبور. تفتح الحنفية عشان تحصل على المية. ايه نمبر تو. القطة بتحب تركض على صفت ايه طريق او ناعم. طبعا لها ايه? الوسادات المخدات. تبقى كوشنز. ايه اللي بعدها نمبر ثري. اتس دارك ان هير. الدنيا ضلمة. بليز اومن. من فضلك افتح ذا. افتح الايه? تاير كيرتنز. نمبر فور. ذير ويرينت اني كورز. لا يوجد اي سيارات ان. مكانش في عربيات. ان نقط ايجيبت. في مصر الايه? يبقى في مصر القديمة. انشانت ايجيبت. ايام الايه? الفراعنة يعني. نمبر فايف. وي يوز. نحن نستخدم نقطة to make jumpers. لسونا الايه? jumpers اللي هي البلوفرات. يبقى ايه بقى? وال. الاجابة وال. الصوف. ايه السؤال السادس. وات وبعد النقط. did they paint their house? يعني ماذا هم ايه طالوا المنزل بتاعهم? يبقى ما اللون? اللهم دهنهم? المنزل بتاعهم بيه? color. نمبر سيفن. ايبوت. انا اشتريت اسمول. وبعد النقطة statue. تمساد when i visited luxor. لما زرت لوكسور. اشتريت تمسال ايه? حجري. يبقى ستون. تمسال حجر. طبعا. تمسال عمرو معنا ولا جلد ولا قطن. اه السؤال الثامن. اه كوتون is a. وبعد النقطة which we use to make clothes. منستخدمها عشان نعمل ايه? الملابس. يبقى ايه? لغتني ده مادة? material. اه نمبر ناين. انا احب ان. وبعد النقطة the walls of my room a green. يبقى انا بحب اعمل ايه? في الحوائط بتاعة قطي باللون اللي اقدر اطلي. يبقى المادة we use to make tables. اه? ايه المادة? اللي احنا بنستخدم. نستخدمها يعني عشان ايه? نصنع الترابيزات تسمى ايه يعني? يعني يعني كل اللفة دي عشان ايه? يلغبطك هنا. المفروض تبقى what is the material cold? هي دي ايه? الاختصار بتاعها يعني. بس عشان تفهمها ايه سؤال زكي يعني. صفحة اربعة واربائمية اربعة واربعين. ايه رقم واحد. وط وبعد النقط pencil cases يعني ايه? مقلامات يعني جامعة مقلامة. مصنوعة من. طبعا هناخد حاجة هنا للجامعة. ما فيش اللي ايه? اللي ار. يعني مازل تكون الايه? المقالم مصنوعة من. ايه number two? the questions. اللي هي المخدات وبعدين نقطة اول وسادات. نقطة ميد اوف كوتن. طبعا جامعة برضه. هتاخد ايه? هتاخد ار. تكون مصنوعة من الاوتن. ايه number three? the television is television يكون. ايه وبعدين هنا نقطة of glass and plastic. مصنوع من الايه? الزجاج والبلاستيك تبقى made is made يعني مصنوع من is made of. ايه رقم اربعة. when i went to the desert. لما ذهبت للصحراء. there وبعدين نقطة people. ناس. تمام? فهنا بيولد جامع ولا مفرد جامع? طيب الاربعة دولات فيه تلاتة مفرد الاولانية والتانية والاخيرة هي دي. ايه باية الصح ايه? ويلنت. ما كانش فيه ناس خالص في السحراء. ايه number five. when we visited دير المدينة دي كاريا في القصر. لما زورنا ايه دير المدينة في القصر? there وبعدين نقط ايه? big rooms. حجرات. ما كانش فيه ايه? حجرات نوم خالص. تمام? فهنا بيت روم زرية ايه جامع? فيه تنيل الجامع? ويرنت. وير? بس هي منفية باني. اذا هنجيبه ايه هنا? هنجيبه ويرنت. اني بتيجي مع النافي يعني. يعني ما كانش فيه ايه حجرات نوم. السؤال اللي بعد انا مجهزه لك. ميكنج هتبقى عشان بنقوله is made مصنوع من. طب هتبقى عشان بوكس جامع. هتبقى طب ليه? عشان الجملة منفية بوزنت نوتها صح? فمع النافي صامت حاول الى ايه. السؤال اللي بعده اول واحدة في الاختياري والزق الحوائط وبعدين نوع تقف بلاستيك مينها البلاستيك? الحوائط مصنوعة البلاستيك انا مش مصنوعة من البلاستيك مش مصنوعة. طيب الحوائط دي جامع لازم هتاخد ايه? بس تكون منفية هنا طبعا عشان المعنى. نمبر دو. ذوالة المحفظة وبعدين نقاط اف ليذر من الجيلد. هالمحفظة تكون مصنوعة من المحفظة دي مفرد برضا. هتاخد ايه? تبقى ايه? نمبر ثري. هي معناي هنا انضدارة يعني. هتبقى جامع هنا. هتطلحز في اسها. نقاط مصنوع من ايه? الزجاج والبلاستيك. هتبقى الاخيرة. نمبر فور. طبعا هنا بقى هناخد حرف الجر ايه? مصنوعة من مادة لم تتغير بعد الصناعة. يعني الترابيزة فضلت زي ما هي ايه? خشب زي ما هي. مصنوعة من الخشب. بعد حتى ما بقى الترابيزة هي خشب. الصفحة اللي بعدها مية خمسة اربعين. رقم خمسة سكارفز. الاشاربات تكون مصنوعة ميد. ها? مصنوعة ايه? طبعا ايه? تاخد اوف. من ايه? اوفول. من الصوف. من مادة لم تتغير. فضل الزجامع هي صوف. بيبر نمبر سيكس بيبر وبعد النقط. مصنوعة احيانا من الخشب. اه. طيب هنا بيبر ديت ايه? مفرد. تلاتة دولات جامع وير وار وار للجامع. هتبقى از. نمبر سيفن. ذير وبعد النقط. اني كارز. مفيش اي سيارات. ان انشنت ايجيبت في مصر الفارعونية القديمة يعني. طيب ايبا هنا. هنختارهم وير انت. ليه? عشان كارز جامع. طب ما فيه آرة هي. بس يديل المضارع. والمعنى كمان نافي. رقم تمانية. نقط. ذير ان استاتيوز. اي تماثيل. ان ذات ميوزيام في هذا المتحف. طيب. هنا بقى استاتيوز. ليه تجامعها. تمام. هنقدر الجامع طبعا زي ما اتفقنا. ار. هل يوجد اي تماثيل في هذا المتحف. اي رقم تسعة. اي دونت نيت شجر. انا مش محتاج بقى سكر تاني. ذير از نقط ان مايتي. يوجد ايه? في الشي بتاعي. يبقى يوجد ايه? بعض السكر. طيب هنقول. ليه ما اخترناش ايني? لان الجملة دي مثبتة. اني بتيجي مع الايه? النافي. ونو كمان ايه? لازم اي اسم يجي وراها. ذير از نو شجر مسلا. تمام? يبقى ما فيش هنا اي اسم في ما اخترناش نو. وان بتيجي مع الايه? مع الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف متحرك. طبعا عارفه له حروف متحركة. ايه رقم عشرة. what is your new dress made? طبعا made هنا هتبقى of. يعني بيسأل واحد اسمها ليلى بقول لها ايه? الفستان الجديد بتاعك مصنوع من ايه? made of. ايه السؤال ده بردك احنا مجهزينه. از هتبقى عشان ايه? الكبار يجمعها. متاخدش از. طيب. from هتبقى of عشان ايه? الكنبة مصنوعة من ايه الجلد? فضلت جلد زي ما هي مادة لم تتغير. سم هتبقى any عشان الجملة منفية فسم تحول في النفي الى any. هنا r هتبقى از ليه? عشان salt مالحة ديت ايه? مفرد. في ايه? متاخدش r بتاخد از. صفحة مية وخمسين. اسئلة تحت هنا. ايه number one. it doesn't need a driver. هي مش محتاجة سائق. it's a نقط car. ان هي سيارة بدون ايه? بدون سائق اللي هي driverless. ايه رقم اتنين. will there هل سيوجد بي نقط cars in the future? يعني هيكون في عربيات ايه? عربيات كهربائية تدور بالكهرباء. electric cars. ايه رقم ثلاثة. this factory المصنع ده. uses يستخدم نقط to build cars لبناء السيارات. فطبعا بيستخدم ايه? يعني بيساعد في صناعة السيارة robots. انسان آلي. يساعد في بناء ايه? السيارات. number four. I think we will live on ذا. اعتقد ان احنا سوف نعيش على نقط. it's a dream. انه حلم. يبقى نعيش على وجه ايه? القمر. moon. يعتبر ده حلم بالنسباله. number five. we can use the sun. ممكن نستخدم الشمس or the wind. او الرياح. تو نقط electricity. الكهرباء. لتوليد الكهرباء. او انتاج produce. السؤال اللي بعده. اه صفحة buildings. المباني. مين اللي بيصمم مباني في دولت? اللي هم المهندس. اللي ايه? المعماري. architect. c. number two. can do many things. يعملين ايه اشياء كتير for us at home في المنزل. اللي هو طبعا ايه? الانسان الآلي ممكن يساعد robots. number three. ايه? نقط helping man to get to the moon. للوصول الامر. اللي هو الايه? الساروخ او السواريخ. جامع هنا. number five. my father. وبعدين نقطة me to school. every day. للمدرسة كل ايه? يوم. بابا يا ايه? بيوصلني للمدرسة كل يوم. ايه? number five. ايه? there won't be any. لن يكون هناك اي ايه? نقطة سيارات in the future. مش هيكون في عربيات ايه? عربيات ملعادية دي. عشيكون في المستقبل. ordinary. انما دي مودرنة حديثة. ايه سمارت زكية. ون يو جديد. ايه? number seven. wind. الرياح. نقطة use. تستخدم الرياح. تو produce electricity لانتاج الكهرباء. لتوربينات الرياح. توربينز. ايه? number seven. ا ا ا ا ا ا ا ا. نقطة can fly. استطيع طير. but it doesn't have a pilot. لكن ليس فيها طيار. اللي هي drone. طائرة بدون طيار. هي رقم تمانية. my friends and i decided to go to the beach. انا واصحابي قررنا نروح الشاطئ. نقطة hour holiday. من اجل الاجازة. تبقى four hour holiday. لو ما كانش فيه هنا. كنا اخدنا on holiday. number nine. people will get. الناس. على نقط from the sun من الشمس. and the wind and the future في المستقبل. يبقى الناس هتحصل على ايه? يعتبر ايه? هيعتبر الكهرباء electricity. تمام? هي هتبقى الطاقة الشمسية. يعني اكدنا زي ايه? زي الكهرباء كده. ايه رقم عشر. روي بوت. احنا نضعه بعد النقط. بانيلز. هي الالواح اللي ايه? الشمسية اون ظروف. يبقى ايه? الصح هنا بقى ايه? solar panels. solar panels. اللي يبقى عشان تنتج الكهرباء من الايه? من الشمس. يعني الطاقة الشمسية تولد منها ايه? الكهرباء. الصفحة اللي بقى لها صفحة مية اتنين وخمسين. ايه رقم واحد ايه هوب انا اقمل. وبعدين نقط. ايه وي نقط تو زمون للقمر. في المستقبل. دي تدل على زمن المستقبل. وهو اللي زائد المصدر. هتبقى دي. هنأمل نحن ايه? نزم المستقبل. وبعدين نقط. برضك مستقبل ايه? يبقى الناس سوف تستخدم السيارات الكهربائية في المستقبل. في هنا فعل في المصدر use. نستخدم معايا will. نتعبر عن المستقبل. نمبر ثري. I will go out tonight. انا هخرج اللادي. ايه نقطة stay at home. يبقى ععد في البيت? مش هععد في البيت. يبقى want. تأكد لايه? المعنى وللمستقبل. رقم اربعة. my mom is tired. مامتي مرهقة. اي نقطة يبقى حساعتها بقى ان ايه? تصدق ايه? تعمل العشا. يبقى نستخدمه هنا. تمام? دي اتعبر عن انه هي خلاص ايه شاف ممتو مرهقة اقرر بسرعة. يبقى دي اقرر سريع للمستقبل. بس اتأضاف تلتة عدادة بقى دي. ايه نمبر ايه. انا اعتقد ويه نقطة هنستخدم الطائرات بدون طيار لارسال البريد في انه? في المستقبل. تبقى مستقبل بردك. هتبقى ايه? will use. دي تعبر عن المستقبل. المستقبل واللي زائد المصدر. السؤال اللي بعده بردك مجهزينه. عشان نفهمه بردك نستفيد منه. هيا. last هنا هتبقى next. هذا القادم. يبقى المستقبل ليه? عشان الجملة فيها will go. ده دل على المستقبلها. طيب. هنا would دي هتبقى will. عشان معانا تموره غدا. مستقبل. طيب having هتبقى have. طب ليه? عشان will ييجا وراها الفعلي في الايه? في المصدر. نرجع having للا اصلها هتبقى have. السؤال اللي بعده اللي يهمنا الاختياري. اي نقطة number one. اي نقطة help you carry your heavy bag. يبقى ايه? انا سوف وساعدك. انك تشيل ايه? الشنطة الايه? التيرة بتاعتك دي. will. طب ليه بقى? will بردك. يجي ايه? بلي will. هما امي جورها ing. واي ما تاخدش داز. وهاف يجي وراها حاجة اسمها التصريف التالي. الفعال الاخر ويدي للافعال العادية دي. number two. مونة هتراجع لامتحان ايه? الرياضيات بتاعها. will revise. مستقبل. اذا نستخدموا حاجة تدل على المستقبل هنا. تموره غالا. رقم تلاتة عولة وبعدين نقط. بي اه دكتور وان دي. هي مهيرة جدا. يبقى عولة سوف تكون طبيبة. يبقى ايه بقى? will be. لكن لو قلنا want. يبقى احنا ايه? غيرنا المعنى خالص كده دي اياه شاطرها. رقم اربعة. آآ نقط. have travel to other planets in the future. يعني احنا هنسافر لكواكب اخرى في المستقبل برضك in the future تدل على المستقبل. وهو will زائد المصدر. نستخدمه will. الصفحة اللي بعدها صفحة مئة تاتة وخمسين. خلي بالكم معي شطار number five. we hope. احنا نأمل وبعدين نقط enjoy ourselves in the park. في الحديقة والمنتزة tonight الليلة. هنا في علف الايه? في المصدر. صح? we hope دي تدل على برضك الايه? المستقبل. هنستخدمه هنا ايه? will يعني لانه بيقول يأمل حاجة تحصل في الايه? في المستقبل. آآ رقم ستة. عماد وبعدين نقط go to the cinema. يذهب للسينما because he's got no tickets. ما هوش تذاكر. يبقى حيروح السما? ولا مش حيروح? مش حيروح? يبقى want. طب في واحد هيقول لي ما فينا هنا isn't. بس isn't دي كان يعيج وراها الفعل في ing. رقم سبعة. in the future. في المستقبل. خلاص اتعرفت كده بقى. آآ. بس عندي فيه اتنين مستقبل. will go want to go. نشوف المعنى. in the future في المستقبل بيبول وبعدين نقط to the beach. ماشي? they will go to the moon. ده هيروحوا الامر. يبقى ازا مش هيروحوا الشاطئ خالص? هيتفسحوا في في الامر. هتبقى الاجابة ايه? مش هيروحهم تبقى want to go. نفي للمستقبل. السؤال اللي بعده التصحيح. بس هتبقى the future. ليه عشان معي ايه ايه? ولي زاد الايه? المصدر والباي. طب بنتنج هتبقى bent. عشان will ييجي وراء الفعل في المصدر. هيبقى هنحزفه الايه? الاين جي دي. طيب. السؤال اللي بعده. آآ يفوز. هتبقى will win للمستقبل ليه? عشان عندي next match. المارش القادم ومباراة القادمة هتبقى مستقبل. آآ بي هتبقى will be تعبر عن الايه? تعبر عن المستقبل. جول هنا. we are going to watch a new film. احنا هنروح نتفرج على فيلم جديد. يبقى حاجة تدل على المستقبل بردك هه? مشورة المتأكد. يبقى متأكد ان الفيلم هيكون مسير لسه. يبقى مستقبل تبقى will be. وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. وانتظرونا في حل قبيتي الكتاب. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.